مكتب الأخ محمد السنعوسي وقال لي أن الشيخ جابر العلي اللي هو كان وزير الإعلام وقتها يبي يشوفك فقالت لها سعدني ركبنا السيارة ورحنا إلى الشيخ جابر العلي في مكتبة اللي في وزارة الإعلام المقابلة لغرفة التجارة الحين المبنى القديم المبنى القديم اللي هو أعتقد فيها مطبعات الإعلام حتى وكذا وركبنا اللفته معي محمد السنعوسي ودخلنا على الشيخ جابر العلي فز ورحب وكذا ودخلنا إلى مختصر يعني داخل مكتبة يعني غرفة ثانية وقعد بطريقة شنة يعني بنطول يعني عرفت شون فحسيت أنه بنطول وحتى أطلع باكيت وما تشين وهذا بيدخن فأنا طلعت البايب مالي وقمت حشي وأدخن فقال لي أنا ودي دكتور امتح الريح ما تديش الموضوع ولا قالك سنعوسي بالسيارة لا ما قال لي شيء بطارق ما قال لي شيء في ذلك الوقت يعني بس قال لي الموضوع مهم ويبيك يبي فاتحك فيه يعني بقلت سعدني يعني فقال لي نبي نبيك تقدم برنامج يعني يعطي قيمة حق التلفزيون في الكويت ويخلي الناس يعني يطلعون يعني يحرصون على رؤية التلفزيون الكويت وذو طابع فكري وذو كذا وكذا سياسي سياسي نعم قعدنا نحشي في الموضوع هذا قلتها أنا والله يسعدني وايد يعني هذا الاقتراح منك ويعني هذا الدليل فيه توجه يعني صحي في عندكم في الوزارة هذا الشيء يسعدني يعني وأنا ما بشيء مقابل يعني أنا مستعدة أخدم في الموضوع هذا وفيني وبلياي يعني حتى لو واحد آخر يتقدم بالموضوع هذا قال لا 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 احنا نبيك أنت قال الشيخ جابر العلي قلت سعدني قلت يعني يكون أسبوعي أبونا قال إيه أسبوعي قال خوشي أسبوعي إن شاء الله أنا أفكر في الموضوع وحط مواضيع مقترحة وكذا فالقفت على سنعوسي وقال يعني بو طارق لازم تهتم في الموضوع هذا ويصير أقصى يعني أهم مهم عندك يعني إنك تخدم هالموضوع وتهيئ الفرصة وتسهل المشاكل حق الدكتور النفيسي بحيث يقدم البرنامج هذا ويطلع ناجح يعني أي شيء يحتاج الدكتور أي شيء كذا من اتصالات من سفرات من كذا من كذا طبعا رحم أبو طارق في الموضوع وأنا سعدت يعني بالهذا بعدين قام يتحجي في مواضيع آخر الإصدارات آخر الكتب في العالم العربي آخر فتبين لي إن الرجل متابع متابع عنده الغالعات يعني ويثمن يعني يعني ثمن الكتاب وعالم الكتاب وكذا كنت الحمد لله يعني يعني هذه فجوة ممكن واحد منها يدخل للتعامل مع الحكومة في الكويت وكذا وكذا والله ما أصدق يعني وطارق ما شاء الله رجعت معا أظن في سيارته هو وداني ويابني الكلية وقعدنا نسولف واتفقنا على موعيد يعني نلتقي بحيث يعني اقترح عليه المواضيع وأقترح كذا واقترح هو المخرج والكاميرات ومدير بنو أول كانت كانت تلفزيون هنيه يامل سفارة امريكية على البحر. بالشبرات. بالشبرات يعني. ما ما شيء كرلش يعني. يعني ما استغربت الدعوة انت كن يعني صار في موضوع المادلة اللي كنت تدرسها قبل شوية وقلنا اكو بداية توتر علاقتك مع السلطة. نعم. هنا واحد من الاسرة. صح. يبادر بالاتصال وتعال قدم برنامج في تلفزيون الدولة الرسم. بعد. صح. كانت العملية محاولة استمالة عبدالله النفيسي. فليكن. تهدئته. فليكن. وايد مهم يا انا عندي انا عندي اهم شيء امار. ما اتوغل في التفاسير هذي. انا عندي اهم شيء النتائج. يعني يعني يعني. لا بس انت بينكم ونفسك ما سألت نفسك. بلا بلا بلا. طريبة يعني. بلا بلا. يعني. انا علوم سياسية في النار. اساسا الماني مش في مجال التلفزيون. ماكوش. ماكو يعني صحيح هذا الكلام. بس في مخيلتي انا البحث عن النيات شيء ما يعنيني. اطلاقا. فشفت فرصة جيدة. فشفت فرصة جيدة ان هذه نتيجة. ممكن نتيجة يعني. مو انه استمالة او ما استمالة. ممكن نتيجة للكلام انا يعني. وفي النهاية ترى يعني كان كلها تسجيل يعني مو مو على الهوى يعني. عرفت شلون يعني يعني المائدة المستديرة كنا نسجل الحلقة. بعدين. تبث. تبث. مو بث على الهوى. فهذا دليل انه في رقابة على على الشسم. فاخترت اسم البرنامج. اسم البرنامج. والضيف تذكرة من كان. لا والله ما اذكر. ما اذكر. ما اذكر. مساء الخير. اهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج المائدة المستديرة. عزيزي المشاهد. لما مدينة من المدن. اه تزدهر اقتصاديا. يصير فيها فرص اقتصادية. يصير فيها تجارة. يصير فيها شيء من الازدهار اه التجاري. اه وفرص للعمل. اه تتم الهجرة اليها من عدة اقطار. اه ومن عدة اه اه ربوع اه من هذا العالم. وكلما ازداد الازدهار في البلد كلما ازدادت الهجرة الى هالبلد. وتشكل حزام من المجتمعات اللي قد لا تكون مزدهرة بنفس درجة الازدهار في داخل اه المدن. اه عن النشوء التاريخي للعشيش في الكويت. فنلاقي فعلا يعني ضارة العشيش اللي من المناطق العشيش الفقيرة اه الناس حسبون انه لازم تكون في المناطق الفقيرة وفي الدول الفقيرة. بالاكس احنا نراها في الدول المتطورة. الدول ذات الاقتصاد العالي. اه يعني معنا انه مهاجرين يعيين او يتجهون الى المناطق المتطورة اقتصاديا. اه فرص العمل وتحسين ظروفهم اه الحياتية. طيب دكتور خلينا نتكلم على الاوضاع في داخل هالمجتمع هذا. يعني لا شك انه هذا مجتمع اه اه يواجه اوضاع معينة. تختلف عن اه الاوضاع اللي في داخل المدينة. يعني داخل مدينة في طرق في خدمات. في 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 سهولة في يسر اه في الحياة. طبعا هناك في المناطق هذه الاجتادية صيد العوازم. اه مناطق العشيش في الجهرة ايضا يواجهون اوضاع ربما طبعا لا تكون متشابهة مع اوضاع فممكن تعطينا فكرة عن طبيعة الحياة الاجتماعية. اه شوف دكتور اهنا لما نشوف طبيعة المناطق. نعم. يعني وين المناطق هاي موجودة. مناطق صحراوية تقديدا. اي. والمساكن فقيرة. نعم. اه طبيعة المنطقة وطبيعة المساكن انت ما تقدر تقدم لهم الخدمات اه المطلوبة مثل ما تقدم اه للمناطق الحضارية. حل هناك اه تعتقد جدوى من طرح فكرة اه 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 الحل الاقليمي لها. يعني كل الدول هذي اه تقعد وتهدرس المشكلة لان هالمشكلة قاعدة تأثر تأثير عام على المنطقة. وبعدين نلاحظ انه في مناطق الحدود. اه. بينها الدول هذي. اه السعودية والكويت والخليج. اللي هي كلها منطقة واحدة. اكو اه شريحة سكانية رحالة. تور الحل الاقليمي احنا محتاجين له في كل مشاكلنا. صحيح. في احنا منطقة واحدة. نعم. اه شبه الجزيرة ومنطقة الخليج. احنا محتاجين لحل كل مشاكل على المستوى الاقليمي. صحيح انه مشكلة السكن مثل ما احنا نحن الكويتين نفسهم. نعم. احنا عندنا مشكلة سكن. اه. والخريجين كل من يبحث عن سكن. نعم. ومشكلة القسام والقروض. نعم. مشكلة. نعم. مشكلة يواجه العالم كلها. نعم. لكن مشكلة العشيش. السكان. نعم. 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 واذا السكن يأتي بالمرحلة. نعم. التالي او يمشي. هي. يواكبها. 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 لكن المشكلة الاساسية السكان. 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 بلا شك. احنا ننتهز هذه الفرصة. اه. لنهيب بجمعيات النفع العام. احنا ناس نعتقد بانه جمعيات النفع العام. سواء كانت الجمعيات النسائية او جمعية حماية البيئة او جمعية الخرجين او الاتحاد الوطني لطلبة الكويت او جمعية المعلمين كل الجمعيات الموجودة في الكويت احنا نعتقد هنا في المائدة المستديرة ان يكون لها دور في مناطق العشيش فالجمعية اللي شايفة انها يعني وقتها كلها رايح في حفلات التعارف احنا ننصحها هنا في المائدة المستديرة انه عندها مجتمع شقيق ومجتمع مننا وفينا يحتاج الى خدماتها ويحتاج الى توعيتها ويحتاج الى سواعدها